اشتركوا في القناة وايضا حتى الفواكه تشيله منها وايضا بعض انواع الخضروات اذا شنو فايدة النظام هذا او شنو فكرته فكرته ان جسمك اساسا يستعمل القلوكوز او اللي هو الكربوهيدريت باستعمالها كطاقة حق مخك حق جسمك وهو يستعملها الاساس طاقة بجسمك فانت لما تشيل جميع انواع الكربوهيدريت او الانواع النشويات اللي باكلك بالتالي جسمك يحتاج ان يسوي طاقة يديدة وليسمونها الكيتونز بادي اللي هيتيع عن طريق الدهون هل يعتبر نظام الكيتو افضل نظام انك عشان ينزل من وزنك وهل يعتبر هالنظام نظام صحي متكامل حق صحة جسمك راح اتكلم اليوم عن فوايد او الايجابيات والسلبيات لنظام الكيتو راح اتكلم اول شي على الايجابيات نظام الكيتو النظام يحسسك بالشبع اكثر لانه يحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتين وبالتالي تحس بالشبع اكثر بالوجبة وايضا الاكل يعتبر لذيذ النقطة الثانية واللي هي انه لاحظوا الناس اللي يمشون على نظام الكيتو انه تقل عندهم الدهون الثلاثية وايضا يتحسن عندهم الانسولين لان النظام اكيد انت تبدأ تقلل من كمية السعرات الحرارية باليوم وايضا قاعد تقلل نسبة النشويات اللي تاكلها باليوم النقطة الثالثة النظام يعتبر قليل جدا من النشويات والكربوهيدريت وبالتالي جسمك يخسر الماي اللي موجود بالجسم بسبب قلة النشويات والكربوهيدريت بأكلك وبالتالي يبدأ جسمك ينزل بسرعة في بداية النظام الغذائي وبالتالي تعطي موتيفيشن او حماس حق الشخص اللي يبي ينزل من وزنه لكن نزول الوزن ما يعتبر دهون لكن نزول الوزن يعتبر فقط ماء خسرته لكن يعطيك حماس اكثر في نظام انك تستمر على الدايت اللي انت ماشي عليه النقطة الرابعة لان النظام يعتبر لازم تقطع معظم انواع الكربوهيدريت او النشويات فبالتالي رح يجبرك انه يمنعك من تاكل من الحلويات او السويتات او الاكل اللي يحتوي على نسبة عالية من السكريات فبالتالي يساعدك على المحافظة اكثر وايضا في نزول الوزن لان انت قاعد تبعد عن الجنك فود او الاطعمة اللي تحتوي على نسبة عالية من السكريات خلصنا الحين من الايجابيات الحين رح نتكلم عن سلبيات نظام واحد النظام صعب انك تستمر عليه خصوصا حق الناس اللي مثلا يحب العيش الخبز او مثلا الحلويات او الشغلات اللي تعتبر عالية بنشويات او حتى ايضا الفواكه انه يمنعك منها نهائيا فبالتالي وايد ناس ما يقدرون يستمرون على هالنظام النقطة الثانية واللي هي لاحظوا الناس اللي يكونون مستمرين على هالنظام يبدأ عندهم ارتفاع في الكوليسترول الضار اللي هو الـ LDL النقطة الثالثة واللي هي الشعور بالتعب والارهاق وايضا بالتوتر وسرعة العصبية خصوصا في بداية النظام لان جسمك لا يحتوي على كمية كافية من النشويات او القلوكوز اللي جسمك يحتاجه وبالتالي صعبة العصب صعبة توتر وايضا حتى تركيزك ما يكون كافي خصوصا في بداية النظام النقطة الرابعة قارنوا هالنظام الكيتو بانظمة عالية بالنشويات او الكربوهيدريت لاحظوا ان النظامين ما يفرقون بنزول الوزن او نسبة الدهون بالجسم اذا كانوا تم تقليل السعرات الحرارية بالنظامين وبالتالي ما في فرق بينه وبين اي نظام يحتوي على نوشويات اذا كانوا بنفس كمية السعرات الحرارية النقطة الخامسة النظام لا ينصح حق الاشخاص اللي مارسون الرياضة عالية الشدة مثل الجري او الكروسفت او تمارين حمل الافقال او تمارين اللي يكون فيها شدة عالية لان هذه الانظمة تعتمد اعتماد كبير على السكريات او غلوكوز بالجسم وبالتالي اذا مشيت على نظام الكيتو مع الرياضات هذه الادائك رح يكون مذاك الزود وايضا ما رح يكون عندك طاقة مثل الناس اللي تمشي او تاكل كربوهيدريت بنظامها خلاصة كلامي نظام الكيتو لا يعتبر افضل نظام انه يساعدك في نزول الوزن او انه تخسر الدهون بالجسم مقارنته بين وبين الانظمة الثانية انزين متى انقول ان النظام ينفع حق شخص او ما ينفع حق غيره متى ما انصح في ان الشخص يمشي على نظام الكيتو واحد اذا كان الشخص اساسا عنده مشكلة بالكوليسترول لان النظام الكيتو رح يزيد الكوليسترول اللي عندك النقطة الثانية الاشخاص اللي قاعدين يمارسون ممارسة رياضة قوية الشدة مثل كروسفيت الحديد او تمارين الركض اللي تكون فيها لها شدة عالية رح يأثر على ادائك وتمرين النقطة الثالثة حق الاشخاص اللي ما رح يستمرون بالنظام الكيتو دايما او يكون لفترة مؤقتة ما انصح فيه لانه مفروض النظام الغذائي او الدايت يكون شيء تستمر عليه دايما من الناس اللي انصح فيهم انه ممكن يمشون عن نظام الكوليسترول الاشخاص اللي هم مرتاحين جدا ويعتبر افضل نظام لهم انه يقدرون يمشكون الدايت وما يخربطون باكلهم اثنين الناس اللي ما يمرسون رياضة عالية الشدة او ممارسة بسيطة مثل المشي او الشغلات البسيطة بالرياض النقطة الثالثة الاشخاص اللي يقدرون ينوعون باكل الكيتو يدخلون خضروات يدخلون انواع مختلفة من الاكل عشان ما يمشون عن نظام محدد او اكل فقط معين عشان ينوعون بالاكل وجسمهم يستفيد تابعوني